اكد العائل الإسباني الملك فليب السادس يوم الأربعاء في مدريد على أهمية علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع إسبانيا بالمغرب والإمكانيات الهائلة المتاحة للتعاون التنائية وقال الملك فليب السادس في خطاب ألقاه خلال حفل استقبال أعضاء السلك الدبلوماسية المعتمد بمدريد ومن دمنهم كريمة بن يعيش سفيرة المملكة المغربية بإسبانيا إن زيارتنا الرسمية التي قمنا بها إلى المغرب في شهر فبراير من سنة 2019 شكلت اعترافا وشهادة أخرى على الصداقة العريقة التي تجمع بين بلدين والإمكانيات الهائلة للتعاون التنائية ومن جهة أخرى استعرض العائل الإسباني الملك فليب السادس خلال هذا الحفلة الخطوط العريضة للسياسة الخارجية للحكومة الائتلافية الجديدة التي ستستهدف دعم وتعثيز إسبانيا الحديثة والديمقراطية والمتضامنة من خلال اقتصاد منفتحة ومجتمع متسامحة مشيرا إلى أن منطقة المغرب العربية تشكل بحكم قربها والمصالح المشاركة بعدا أساسيا في العمل الدبلوماسي الخارجية لإسبانيا واجدد الملك فليب السادس التأكيد على إرادة إسبانيا ورغبتها في دعم وتعزيز علاقات التعاون مع العديد من الدول في المنطقة المغربية وتقوية وجودها في الأسواق الأسيوية مشددا على التذام بلاده لفائدة السلام والأمن الدوليين واتجاه إفريقيا باعتبارها قرة المستقبلة وبخصوص قضايا الهجرة أكد العاهل الإسباني على أهمية وضرورة اعتماد سياسة أوروبية حقيقية حول الهجرة واللجوء ترتكز على الحوار والتعاون مع بلدان المنشأ وبلدان العبور وتعمل على تعثيذ ودعم التعاون في مجال التنمية ومكافحة مافية تهريب والاتجار بالبشر وأضف أن إسبانيا ستعطي الأولوية للدبلوماسية الوقائية والدبلوماسية الإنسانية مشيرا إلى أن تكريث الدفاع عن حقوق الإنسان يشكل العنصر المحوري والأثاثية في العمل الدبلوماسي للولاية التشريعية الحالية وكان العاهل الإسباني الملك فليب الثالث والملك لتيسيا قد قام يومي الثالث عشر والرابع عشر من فبراير 2019 بزيارة إلى المغرب بدعوة من الملك محمد الثالث وأعطى تهدي الزيارة دفعة قوية لدينامية العلاقات الوثيقة والمتعددة الأبعاد التي تجمع بين البلدين الشارعين من المتوقع أن تشهد الاستثمارة المغربية المباشرة في موريثانيا ارتفاعا خلال الأشهر المقبلة في ظل توجه بعض المجموعات التجارية المغربية للاستثمار في موريثانيا وتحدثت تقارير موريثانية محلية يوم الاثنين عن مساعي تقوم بها ثلاث من بين أكبر المجموعات المغربية لدخول الثوق الموريثانية مستفيدة من تحثن العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة وأضفت ذات التقارير أن هذه الطفرة الجديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشارعين يتوقع أن تتركز في قطاع الثناعات الغذائية والزراعية والتوزيع لثيما من خلال مشروع لإنتاج السكر في موريثانيا ومشاريع أخرى في مجال المياه المعدنية والتوزيع ويعتبر مراقبون أنه منذ تولي الرئيس الموريثاني محمد ولد الشيخ الغذواني مقالد الرئاسة في بلاد الشنقيقة عرفت علاقات بلاده مع المغرب تطورات هامة ساعدت في تجاوز مرحلة الجفاء مع الرباط خلال فترة الرئيس السابق محمد ودعب لازيذ وكان من آخر تجليات هذه العلاقات تنظيم أسبوع للمغرب في موريثانيا تم خلاله تقديم عروض عن فرص الاستثمار في البلدين ولقاءات بين المستثمرين كما شهد تأكيدا من الساثة على الرفع من مستوى هذه العلاقة باستمرار بمقر القصر الجماعي بالعيون استقبل رئيس المجلس الجماعي للعيون السيد حمدي ولد رشيد صباح يوم أمس الاثنين السيد جونزالو غوير موفيكورا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الشيلية والذي كان مرفوقا بكل من السادة تشيل بابلو في دالا رخاص ومارسيال دير كارمين سانة وسيباستيان نوفوة ودانييل فالينسيا الأعداء بالبرلمان الشيلية اللقاء الذي جرى بحضور السادة أحمد الخريف والسيد الإدريسي وموسى كروازة وامكملت كمال قدم خلاله رئيس المجلس ولد الرشيد عرضا شاملا حول الأوراش والمشاريع التي تعرف مدينة العيون حاضرة الأقليم الجنوبية والبنيات التحتية الحديثة التي باتت تتوفر عليها في مختلف المجالات والتي أهلتها لاحتضان تظاهرات قارية ودولية منشيرا إلى التذامن هذه الزيارة مع احتضان مدينة العيون لكأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة كما استعرض ودرشيد آخر التطورات التي يعرف النزاع الأقليمي حول الصحراء المغربية وجهود المملكة لحل النزاع من خلال المبادرة القاضية بمنح الأقاليم الجنوبية حكما داتيا باعتبارها الحل الواقعية والعملي لهذا النزاع مسجلا للانتثارات الأخيرة التي حققتها الدبلوماسية المغربية على صعيد تأثيذ الثيادة على أقاليمها الجنوبية من خلال القرار التاريخي للمملكة بترثيم حدودها البحرية وأكد القرار الشجاع الذي اتخذته العديد من الدول الإفريقية بافتتاحها لقنصلية بهذه الأقاليم الوهد الشيلي استمع كذلك لعدة عروض تضمنت بسطا لمهام واختصاصات المجلس الجماعية في تدبير الشأن المحلي بالمدينة وجهوده من أجل تعثيذ البنيات التحتية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للساكنة كما كانت الزيارة فرصة اطلع خلالها الوفد على أجواء الأمن والطمأنينة التي تتمتع بها هذه الربوع من جهته أعرب رئيس مجموعة الصدقة البرلمانية المغربية الشيلية عن شكره وامتناني على حفوة الاستقباله وكرم الضيافة التي حضي بها والوفد المرافق لها كما عبر عن إعجابه وتمتينه للمستوى التنموي الذي تحقق بهذه المنطقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية مشيرا إلى أهمية هذه الزيارات واللقاءات التي تتيح إمكانية تعريف الرأي العام وتقريبه من حقيقة الأوضاع بالأقاليم الشنوبية للمملكة المغربية معربا عن استعداده لبدل كل الجهود لتكثيف التعاون والتواصل وتعزيز أواثر الصداقة المغربية تشيلية وتبدل المزيد من الزيارات بين الجنبين قال ديمتري فوستريكوف رئيس الاتحاد الروسي للمنتجات الغذائية ومستورديها إن بلاده ستتوجه لاستراد الخضر والفواكه من تركيا والمغرب لسد النقص الناتج عاقب تخفيض الواردات من الصين بسبب فيروس كورونا وقال فوستريكوف في تصريح لوكالة الأنباء الروسية طاس إن الخضر والفاكهة والمتجات البحرية تشكل النسبة الأكبر من واردات بلاده من الصين وأشار إلى أن الصين تأتي في مقدمة مصدرية الخضر إلى روسيا مضيفا لكن هناك انخفاض مؤخرا في الخضر والفاكهة والمتجات البحرية الصينية المستوردة وتابع قائلا يمكننا سد هذا النقص بسهولة من خلال استراد هذه المنتجات من تركيا والمغرب ولفت إلى أن بلاده استوردت من الصين 453 ألف طن من الخضار بقيمة 370 مليون دولار خلال الأشر الإحدى عشر الأولى من سنة 2019 لتحتل الصين بذلك صدرت الترتيب انطلقت اليوم الخميث بالعاصمة الإتيوبية أديث أبابا اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقية لتحضير لقمة الاتحاد الإفريقية الثالثة والثلاثين التي من المقررة أن تنطلق فعالية وافئة 19 فبراير الجارية تحت عنوان إثكاس البنادق لثهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا وفي كلمة الافتتاحية أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي ضرورة البحث عن حلول إفريقية لمشاكل القارة مشيرا إلى أن هناك تقدما كبيرا فيما يتعلق بالانتهاء من مشروع الهيكل الجديدة للاتحاد الإفريقي وتطرق رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى بعض النزاعات التي تشهد القرى الإفريقية دون الإشارة إلى النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية حيث أذهب في الحديث عن النزاعات في ليبيا وجنوب السودان وكد تأديدات جماعة الشباب الإرهابية في الثومال والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء موشيرا إلى أهمية بناء السلام في القرى من خلال حلول مبدعة ومبتكرة لتحقيق التنمية كما أشار فقي إلى الإجراءات التحضيرية التي تجري حاليا لانتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي الجديدة في 2020 مؤكدا أن الجهود المبدولة من أجل بناء إفريقيا جديدة مهددة بالتحدي الأمنية وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفين الذين يقومون بالعديد من الهجمات الدموية والتي تتسبب في نزوح أعداد كبيرة من السكان وينتدر أن يسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال هذه القمة رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى نظره الجنوب الإفريقي سريرا مفوزا الذي ألقى في وقت سابق خطابا حدد خلاله الأولويات الكبرى لرئاسة بلاده للمنظمة القارية خلال سنة 2020 والذي تجاهل فيه أي إشارة إلى نزاع الصحراء المغربية رغم الرهانات التي تطرح واجبة البوليساريو على هذه الرئاسة لتفعيل دور المنظمة القارية في حل هذا النزاع وتحريك مياه النزاع الراكدة منذ شهور بسبب تعثر العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ استقالة المبوت السابق هرسكولرة شهر ماي من العام الماضي واستمرار حالة الشغور في المنصب منذ ذلك الحين